مرحباً، أنا ماريان من مدينة صغيرة بالنمسا قبل سنوات اكتشفت بالخطأ أنني متبنى ولم يعلم والدي ما أعلم منذ ذلك الحين كل ما أردته هو العثور على والدي الحقيقيين قبل أن أكمل الرجاء الإعجاب والاشتراك لم أرى أمي قط، لكنني تربيت مع الأب الأروع كان نجاراً وعلى الرغم من عدم وجود المال الكافي إلا أنني حصلت على كل ما أريد وكانت الكتب هي كل ما احتجته يقرأوا أبي لي كل ليلة وأصبحت مهوسة بها حين التحاقي بالمدرسة واكتشاف المكتبة شعرت وكأنني بالجنة ودائماً ما صنعت صداقات مع القصص أكثر من الأناس الحقيقيين وأنا في الصف السادس احتجت قاموساً لذا ذهبت لغرفة والدي وصعت على كرسي لأطاله من على الرف ثم وقع الكرسي واستضمت بالأرض مع الكتب بدأت ألتقط الأشياء حينما رأيت شيئاً صدمني صورة زوجان يحملان طفلة وكانت المرأة تشبهني تماماً لابد أنها أمي والرجل جانبها لابد أنه أبي أدرت الصورة وكل ما كان هناك هو فيينا 2005 سنة ميلادي هل كان والدي الحقيقيين في فيينا؟ وضعت الصورة في جيبي أخفاها أبي عني ويجب أن أعرف السبب كنت بانتظار مواجهة والدي بالمساء لكنه لم يعود مرت الساعات ولم يرد على هاتفه حتى بعدها كان هناك طرق قوياً على الباب وكان زميل أبي مع أبي على كرسي متحرك يا إلهي ماذا حصل يا أبي؟ تعرض لسقوط في العمل ولم يسمح له السير لأشهر وحتى بعد أن تعافى بالكامل كان لديه عراج دائم أعزفت عن مواجهته لم أكن لأجعل الأمور أسوأ ذات مرة وأنا في الصف الثامن ذهبت لأتسوق مع والدي حينما تشنجت قدمه ففقد توازنه استدم برجل يبدو ثرياً والذي وقع على كشك مواد غذائية وأوقع كل شيئاً معه ساعدت أبي لي ينهض ونظر إليه الرجل بغضب هل أنت أعمى؟ انظر لما فعلت دمرت بدلتي هل تعرف كم كلفتني أكثر من بيتك؟ لا تتحدث هكذا مع والدي لم يقصد ذلك لديه قدم مصابة ولماذا قد يتجول هذا الأعراج مسبباً للمشاكل للجميع؟ أريد المال من أجل بدلتي ربما تمتلك ثروة ضخمة يا سيدي لكنك بالتأكيد لا تمتلك أي أخلاق والدي مريض وهذا ليس بيده لكن ما تبرير قلبك الميت البارد وعدم المشاعر إخرصي يا طفلة و... لكن جاءت سيدة ثرية بعدها لا تتحدث مع طفلة هكذا هل سيحل هذا مشكلتك؟ لوحت ببعض المال بوجهه وذهب غضب الرجل فوراً كما أعطت المرأة المال لمالك المتجر وعرضت أن تعود بنا للمنزل دعوناها للدخول وسرعان ما قالت شيئاً غير متوقعاً أنا معجبة بك يا ماريان وربما يبدو هذا غريباً لكن هل لا تأتينا للعيش معي في فيينا؟ سأود إلحاقك بمدرسة جيدة فيينا موطن والدي الحقيقيين كانت هذه فرصتي لأبحث عنهم كما قالت أنها ستوظف والدي عاملاً في ممتلكاتها تحمست للذهب وخلال أسبوع حزمنا أغراضنا وانتقلنا كان مكان سيدتي أكبر من مدرستنا بخمسة مرات ومنحتنا كوخاً لنعيش فيه وبعد أيام أخبرتني السيدة أنها ستلحقني بمدرسة ابنتها في يوم الأول سرت نحو سيارة السيدة حينما دفعتني فتاة جانباً فجأة إيوه أيتها الخادمة أين تعتقدين نفسك ذاهبة؟ اذهبي ونظفي شيئاً أين أخلاقك يا ليزا؟ هذه الفتاة الرائعة التي أخبرتك عنها وأود أن تكون صديقتين أوه هذه حالتك الإنسانية؟ تبدو وكأن أصدقاءها الوحيدين هي الأبقار وصغار الماعز وما السيء في صداقة مخلوقات لطيفة؟ هل يمكنني أن أسأل؟ آه لا لا يمكنك سؤالي في أي شيء من يتحدث هكذا أيتها الغريبة؟ صادت السيارة وصفعت الباب صمت خلال الطريق ثم فجأة أوقفت ليزا السائق لن يراني أحد معك يمكنك السيرة لخطوات دفعتني خارجاً وسارت يا نها من شريرة كنت أعبر الطريق حينما وقفت سيارة مسرعة أمامي خرج منها صبي وسيم وصرخ أنت انظري أمامك أيتها الفاشلة واو من هؤلاء الناس؟ اتضح أن الأحمق في فصلي مع ليزا رأيتهم يحدقون بي لكنني تجاهلتهم في الاستراحة جلست وحدي أقرأ جلس الصبي على طاولتي وأصدقائه خلفه لم أقدم نفسي لك أنا فانسنت ما اسمك؟ يمكنك أن تدعوني بأي شيء؟ ماذا يعني الاسم بعد كل شيء؟ ها ماذا تقولين؟ هل ستختفي رائحة الزهور لو أسميناها قمامة؟ ألن تحرقنا النار لو أسميناها وردة؟ هل سأكون غاضبة لو لم يكن اسمي ماريان؟ الإجابة لا لماذا تتحدثين هكذا؟ إذن اسمك ماريان إنه لطيف نوعا ما ليس عليك حفظه ليس لدينا ما نفعله معا وبهذا غادرت أوه فينسنت المسكين كيف تشعر وقد رفضتك فتاة؟ أرجوك أحتاج بعض الوقت معها فقط وستقع في حبي يمكنني تفعيل سحري على أي فتاة حسنا لست واثقة بهذا وفقت على التحدي لم يكن من المفاجئ أن لزا وفينسنت صديقين ويتجولني مع مجموعة من الأطفال رأيتهم يتنمرون على الأطفال الأصغر وقت الاستراحة أو يسخرون من زملائهم لم يحترموا المعلمين حتى لذا رعبت حينما أعلن معلم الفيزياء أنني سأتشارك مع فينسنت لعمل مشروع لكنه بدأ مسرورا حاولت تجاهله وكنت أقرأ كتاب العلوم حينما سحبه مني فجأة لماذا تحدقين بالكتب دائما؟ بينما يمكنك النظر لأشياء أجمل مثلي ليس لدي الوقت لهرائك يا فينسنت أعده لي حسنا لكن لو وافقت على الخروج معي فقط أفضل القفز عن جبل إجابة خاطئة وبهذا مزق بعضا من صفحاته وألقاه بالقمامة ما خطبك؟ ألا تحترم الناس أو الأشياء؟ يا إلهي يا لك من أهواج لماذا تستخدمين كلمات غريبة؟ أهو ماذا؟ أهواج وتعني أبله سفيه سخيف دفعته واصطدم في مشروعنا لكن لم أهتم ولا مجال لكي أعمل معه بعد أيام كنت عائدة للمنزل حينما بدأت تمطر بغزارة كنت أسير تحت المطر حينما وقفت سيارة إلى جانبي وأنزل فينسنت النافذة أنت ستمرضين اركبي بالسيارة أفضل الالتهاب الرئوي على هذا يا إلهي اصعدي فحاسب اكرهيني لاحقاً سعدت مكرها وبعد دقائق وصلنا قصراً ضخماً وقادني للموقد بالمكتبة مباشرة وفتحت فمي مذهولة لم أرى في حياتي كتباً كثيرة في مكان واحد يا له من كنز حسناً يمكنك أخذ بعضها لا أقرأها ونادراً ما يأتي والدي إلى هنا شعرت بالأسف من أجله ثم فجأة تذكرت شيئاً يا إلهي صورة والدي أخرجتها من جيبي لأجدها مبللة وبدأت أقلبها لتجف ما هذا ولما تتصرفين هكذا إنها إنها صورة الوحيدة لوالدي الحقيقيين أخبرته كيف وجدتها وأنني أحملها آملة أن أجدهم أعتقد أن بإمكاني مساعدتك بهذا يعرف والدي محققاً خاصاً يمكنه تعقبهم هل تعني هذا حقاً؟ سيكون هذا مذهلاً شكراً جزيلاً لك قضينا وقتنا نتحدث وشعرت باقترابي من فينسنت حينما قادني للمنزل اتجهت نحوه فجأة لماذا تتصرف بهذه الطريقة بالمدرسة؟ ماذا تقصدين؟ أعني لديك كل شيء بالعالم لكنك تفوت فرص التعلم وكل ما تفعله هو الابتزاز والسخرية من الآخرين أنا واثقة أن حياتك ليست مثالية لكنها ليست عذراً لتكون النسخة الأسوأ من نفسك اعتقدت أنه سيغضب لكنه أمسك بيدي أنا آسف لأنك رأيت الجانب سيئة مني فقط سأحاول تغيير هذا قبل أخدي قبل أن يذهب ولسبب ما لم أتوقف عن التبسم في طريقي بينما كنت أسير للكوخ أوقفتني ليزا فجأة هل هذه سيارة فينسنت؟ لماذا؟ ليس من شأنك يا ليزا فينسنت من شأني جداً أعلم أن لديك خيالاً واسعاً لكن لا تحلمي بأن شخصاً مثله قد يحبك دفعتها وسرت يا لها من مجنونة كما لو أنني سأحب فينسنت أو هل أحببته؟ كان لطيفاً معي جداً بعد ذلك اليوم جلس معي بالكافيتيريا وساعدني في حمل أشيائي وذات مرة وأنا في طريقي للمنزل نزل من سيارته وسار معي وأخبرني أن المحقق يأمل إيجاد والداي قريباً وبعد أيام حينما سألني لأكون رفيقته في رقصة عيد الميلاد بالمدرسة لم أستطع الرفض فجأني والدي بأجمل فستان وخلال الرقص شعرت كأنني أحلم بحثت عن فينسنت بينما شعرت بربطة لطيفة على كتفي واو تبدين مذهلة يا ماريان أمسك بيدي لنرقص وشعرت كأننا في عالم آخر خلال المساء ذهبت للحمام وحينما عدت وجدت فينسنت بالزاوية مع ليزا وأصدقائه واو يا فينسنت لقد أخذت التحدي على محمل الجد قلت أن بإمكانك إيقاع أي فتاة وقد فعلت وقعت ماريان في حبك بجنون وسيكون من الممتع أن تهجرها أهذا ما كنت عليه؟ تحدي؟ صدم فينسنت بينما نظروا جميعاً ليروني خلفهم لا يا ماريان انتظري ليس الأمر كما صفعته بشدة لماذا اعتقدت أنك إنسان بريء؟ حتى أنك تظهرت بمساعدتي في إيجاد والداي لتقنعني أنك تهتم؟ أنت الشخص الأسوأ الذي عرفته لسوء حظي أكرهك؟ لا أمقتك؟ تغيبت عن المدرسة لأيام لكن ذات يوم سار والدي لغرفتي حاملاً مظروفاً جاءفة من مدرستك بهذا وقال أنه مهم سامحيني لفتحه لكن كنت تعلمين بشأن والديك يا ماريان وكنت تبحثين عنهم مهلاً ماذا؟ أنا آسفة يا أبي احتجت المعرفة فقط أعطاني المظروف وجلس على سريري ونظرت للأوراق بيدان مرتجفتان كانت الأولى جريدة أخبار تقول أن والدي سياسيان محكم عليهم السجن لخمسة وعشرون عاماً لسرقة أموال الدولة عملت في منزل والديك وحينما اعتقلا كنت سترسلين للملجأ وكنت بحاجة لطفلة فتبنيتك يا ماريان وأخفيت الحقيقة عنك لأنني ظلمت أن هذا سيغضبك أنا آسف لو لم أكن أفضل أب قفزت وعانقته والدموع تسقط من عيناي لا أنت الأب الأروع أردت معرفة مكانهما فقط لكن ليس لأنني تعست معك يا والدي على الإطلاق عنقني والدي بلطف لو أردت رؤيتهما يمكنني تنظيم موعد لكم وبالمناسبة غادر الصبي للتو لو تريدين الحديث معه ركضت لأجد فينسينت يسير نحو البوابة لماذا فعلت هذا؟ انتهى التحدي صحيح؟ لماذا بذلت كل هذا المجهود لإيجاد والداي؟ ماريان بدأت هذا التحدي الغبي ولم أخطت للوقوع في حبك لكنني وقعت بدون وعي مشاعري حقيقية انتجاهك ولما كني أبذل كل هذا المجهود لو لا أحبك أنت أجمل فتاة التقيتها وجعلتني أفضل أنا آسف لأنني جرحتك سامحيني أرجوك نظرت لعينه وابتسمت أفضل الغرق في التيتانيك وضحكنا معاً ترجمة نانسي قنقر